انا عايز اقول لك حاجة انا عايز اقول لك حاجة الضغط العالي اللي عامله منتخب مصر في المباراة دي قدام المنتخب البلجيكي اثمر عن نجاحات واهداف طبعا اللي بيشتغل ضغط عالي في العالم كله يتحمل يعني ايه يتحمل انت هتلعب اداء حلو جدا زي مباراة بلجيكا ولقدر الله ممكن تخسر مباراة ممكن تبقى سهلة وبنتيجة كبيرة الضغط العالي ده رزك مخاطرة اعظم فرق العالم اللي بتقدم كرة ممتعة وفيها ضغط عالي هي جاهزة لفكرة استقبال الاهداف زي ما هي جاهزة انها تسجل الاهداف انا بقول كده ليه عشان المستقبل برضو لو ده اسلوب اللعب الراجل في رزك طبعا في رزك بس رزك محمود وحلو ولطيف ومبشر ونال اعجاب الكثيرون من جماهير الكرة المصرية وخليني اقول لك نقطة مهمة جدا وربط هنشرحوا بعديهم في قوات لحق عشان معناش وقت لكن بقى عندك فرقة كبيرة في الكرة المصرية بتلعب بالطريقة دي بالطريقة دي وعندهم نفس الرزك فنفس المدرسة شوية وهتلاقي في رئتين تلاتة اربعة بيلعبوا بالضغط العالي وده هيريح روي فيتوريا جدا لان هيبع عنده العناصر بتاخد نفس التكلفات في الاندية فيما يتعلق بالعناصر الان كان على مين الان كان على النادي الاهلي الاندي الاهلي مع كولر بيعمل نفس الضغط ده احنا شرحنا هنا مرة واثنين وثلاثة اربعة بيعمل نفس الضغط بنفس الطريقة فلما يكون والأربعة اثنين تلاتة واحد وجينا في بعض الاحيان كان بيشتغل باثنين الناس بيسأل هو ليه بيلعب؟ عايز ناس وورك ريت عالي ايه في وسط الملعب عشان يغطوا المساحات دي وده اللي عمله روي فيتوريا بوجود محمود حمادة وطارئ حمد ومحمد النيني نفس السبب لما النادي الاهلي كان بيعملوا فالربط ده تلاقي أنديا كتير وكان بيعملوا بيراميدز قبلها مع كابتن إيهاب جلال